وكأن عملية الخطف التي نفذت بكمين محكم لم تكن كافية لتبيان حجم المؤامرة التي استهدفت المدير العام للجمارك ووقاحتها لتفرض كل قضيته نفسها سابقة خطيرة لم تشهدها الأنظمة الاستبدادية من حيث تخطي كل الأصول والقوانين وحتى الدستور كما المبادئ الإنسانية في سبع آب 2020 اعتقل بدر ظاهر وخضع الاستجواب وتم الادعاء عليه في سلسلة مخالفات تجعل من كل الملاحقة باطلة كونها أساساً تخطت ضرورة الاستحصال على إذن الوزير المختص أي وزير المالية الذي تتبع له إدارة الجمارك لكن الأخطر أن أحداً لم يلتزم القانون لبل نقضه بالكامل وتصرف بعكسه علماً أن الظاهر اشتكى من ذلك إلى قيادة الشرطة العسكرية لأكثر من مرة إلى أن بدأ بمخاطبتها خطياً وتكراراً منذ 14 أب 2020 بعد استحصاله على قلم رصاص خط به مذكرة حول وقائع اعتقاله الطويل وتعذيبه وتدهور صحته جسدياً ونفسياً والخطر الشديد المحدق بحياته والذي قد يؤدي إلى موته وإصابته بسكتة دماغية كما ذكر في مراسلته في 15 أب 2020 لكن من دون جواب أهملت كل مراسلته ولم يسأله أحد عن حالته الصحية إلا بعد خمسة أيام على احتجازه علماً أن الظاهر كان مصاباً بالتهاب جيوبه الأنفية وبديق تنفس في ظروف اعتقال انفرادي غير ملائمة صحياً ومهينة إنسانياً حتى أن المعاينة الطبية الروتينية لم تحصل من الطبيب إلا بحضور عناصر عسكرية خلافاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أكثر من ذلك بقي الظاهر محروماً من أي تواصل خارجي كما من لقاء محاميه وحرم من إرسال أو طلق أي مراسلات أو مستندات في خرق فاضح لحقه المقدس بالدفاع عن نفسه وتمادياً في سلسلة الخرقات الفاضحة لم يتم إبلاغ ظاهر ولا إعلامه بالحد الأدنى بإحالة قضية انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي أو بقرار تعيين قاضي التحقيق العدلي ولحتى بالادعاء عليه بتاريخ 14 أب 2020 الذي لم يعلم به إلا عند استجوابه من المحقق العدلي فادي صوان في 17 أب 2020 توجد كل الخطوات الناقصة للقانون بتحليل دم بدر ظاهر وأفراد عائلته وأهله عبر نشر الادعاء عليه بالقتل والتفجير والإرهاب في خرق فاضح لمبدأ سرية التحقيق في محاولة لتحويل النقمة الشعبية والتحريد على ظاهر بتصويره الإرهابية والمجرمة الأكبر في انفجار المرفأ هذه النقمة الشعبية ترافقت مع دعوات لحشود تتوجه إلى منزل عائلة ظاهر بغاية الانتقام والأخطر أن كل هذه الخطوات التضليلية تزامنت مع تصعيد مافيوي ممنهج عبر سلسلة قرارات إدارية قدت بسحب عناصر الحماية الجمركية المولاجينة بتأمين أمن عائلة المدير العام للجمارك التي سبق أن عززت بعد الانفجار في استباحة مكشوفة لأمنه وأمن عائلته خاصة أنه لم يتم تأمين أي بديل لتجنب ذلك فهل كان الهدف تعريض ظاهر وعائلته للخطر أو ابتزاز المدير العام للجمارك عبر هذا التهديد؟ في تقرير الغد، تفاصيل للدعاء الباطل على بدر ظاهر